المصار الآخر هو مصار استمرار العملية البرية في القطاع حتى الآن عملت إسرائيل مع هذين المصارين بشكل متوازي رأينا مفاوضات مستمرة مع استمرار عمليات الاحتلال في قطاع غزة لكن الآن إسرائيل مكبلة على قرار إن كانت تريد المفاوضات بالتالي عليها أن توقف الحرب ولو لثلاثة أربعة أيام أو إن كانت تريد الاستمرار بالخيار العسكري وبالتالي هناك تراجع فرص أي صفقة لتبادل الأسرى خصوصا أن إسرائيل فشلت منذ بداية الاجتياح البري في تحرير أو الإفراج عن أسرى إسرائيليين في قطاع غزة كما كانت تأمل وكان يدعي متحدثون إسرائيليون أن إسرائيل تعرف أمكنة احتجاز الأسرى في قطاع غزة وبالتالي في حال بدأ الاجتياح البري فستذهب إلى تلك المواقع من أجل الإفراج عنهم هذا لم يحدث حتى الآن إسرائيل لا تعرف أمكنة احتجاز الأسرى لإسرائيليين وبالتالي التقديرات تشير إلا أنها قد تختار خلال الأيام المقبلة الذهاب للخيار السياسي والديبلوماسي باتجاه وقف لعملياتها في غزة لأيام في مقابل الإفراج عن أسرى إسرائيليين في القطاع وصفقة تبادل الأسرى